موسيقى اطلو كميات معتبرة من الامطار تجاوزت حاجزة مئة مليمتر في بعض مناطق الوطن الداخلية موسيقى المركز الصحي ببوم ديد يستنف خدماته الصحية بعد تضرر مرافقه من السيول التي شهدتها المقاضاة موسيقى سلطات الادارية بولاية ادرال تعين السدود والحواجز الرملية التي تضررت بفعل السيول والامطار موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدي قناة الموريتانية في نشرات الرابعة واشحى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد يحي سعيد وزير الشؤون الخارجية وكالة باسم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني موسيقى بمقار الوزارة في نواكشوت سعادة السيد مصطفى اندور سفير جمهورية السنغال بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني وذلك بمناسبة انتهاء مهمته في بلادنا وخاصة الوزير الدبلوماسية السنغالية بعد التوشيح باستقبال في مكتبه عضره السيد محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون السنوي المدير العام للوزارة وكالة عفا الأمين العام للوزارة وكالة وسيد البكايو للخو مدير ديواني للوزير والسيد حمزة معيليم مدير شؤون الافريقية بالمديرية العامة للتعاون السنوي جراء حفل التوشيح بحضور مكلفين بمهامه ومستشارين ومديرين عامين وعدد من أطول وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في سياق آخر تتم تمسي عمال الورشة الفنية منظمة تحت عنوان تفعيل المساعدة القضاية للأطفال المتنازعين مع القانون قبل مديرية الحماية للقضاية للطفل تدفو هذه الورشة لتعبئة الموارد المالية والبشرية من طرف الجهات المعنية وشركاء الدوليين لصالح المساعدة القضاية للأطفال توجت اليوم أعمال الورشة الفنية المنظمة من قبل مديرية الحماية القضاية للطفل بالتعاون مع اليونسيف وهيئة نورا توجت بإصطار توصيات حول دعم مديرية الحماية القضاية للطفل بكافة الوسائل لضمان توفير المساعدة القضاية للأطفال وأوصت الورشة بضرورة توسيع مجال اتفاقية الشراكة مع المحامين لتشمل الولايات الداخلية وضمنت التوصيات كذلك توفير العدد الكافي من المحامين والمرشدين الاجتماعيين لصالح مديرية الحماية القضاية للطفل هذه الورشة التي تم تظنمها ليومين متتاليين كانت فرصة لنقاش مضمون هذه الاتفاقية ومضمون مساعدة القضاية بشكل عام من موجهة لهذه المجتمع المشاركون من قضاة وكتاب ضابط ومحامين وفواضي الشرطة ومرشدين الاجتماعيين وفاعلين في المجتمع المدني كل أدلى بالدلوي وحاول أن يحدد بشكل مواضح أي دول يمكن أن يقوم به فلذلك كانت النتائج مهمة جدا وكانت القلاصات على القدر الذي كنا نأمل وأن نعمل على أن تبقى المساعدة القضاية التي نحن بصددها مذالا مهمة جدا للتحول الخاص لجمهورية الإسلامية الملتانية في مجال القضاء الأحداث وهو تجربة نوعية تتماشى مع هذه الهشة من المواطنين والتي بطبيعة الحال تأتي في أولى الأولويات لخامة رئيس الجمهورية الشيد محمد الشيخ روزواني توصيات ومخرجات يأمل القائمون على هذه الورشة أن تسهم في إصلاح المنظومة القضائية وتفعيل المساعدة القضائية للأطفال فاعلين وضحايا وإلى مدينة بوكا التي شهدت تساقطات مطرية معتبرة صباح اليوم وصلت حسب مصالح الرصد الجوي عجزة 60 ملي مترا تضررت منها بعض الأحياء الواقعة في أطراف المدينة خاصة الأحياء التي تقع أصلا في مصاب المياه وتعد أكثر عرضة لمياه الفيضانات في موسم الأمطار وتأتي هذه الأمطار بعد فترة وجزة من هطول أمطار أخرى شهدتها المدينة في وقت سابق بلغت حوالي 160 ملي مترا وأدت إلى خسائر مادية فقد تدخلت السلطات عبر المصالح الفنية التابعة للزارة المياه وصل في الصحي بالتنسيق مع انفواضية الأمن الغذائي والمنذوبية العامة للأمن المدني وتسير اللازمات وتم نقل المتضررين من هذه السيول إلى مناطق آمنة مع توفير كافة اللوازم اللوجستية الضرورية ورغم تفاقم السيول وزحفها نحو أجزاء واسعة من المدينة لأن السلطات المحلية لم تسجل أي خسائر بشرية لها علاقة بالتهاطلات المطرية على مدينة بوكي وكنا قد سألنا قبل قليل مراسلنا في ولاية البراكنا عن لاوضاعي في مدينة بوكي بعد تساقطات المطرية التي شهدتها البلدة البارحة وصباح اليوم فكان رده شهدت مدينة بوكي صباح اليوم تساقطات مطرية معتبرة وصلت لحدود ستين مليمتر هذه التساقطات المطرية تأتي بعد أخرى عرفتها المدينة منذ أسبوع تقريبا وصلت لأزيد من مائة مليمتر بطبيعة الحال يقع وسط المدينة بعض الأحياء التي تقع في منخفضات وبالتالي هذه الأحياء حاصرت المياه في الأمطار الماضية وأيضا زادت من هذه الأمطار التي عرفتها اليوم زادت من المستنقعات التي تحاصر هذه المنازل ويعني بعض الدكاكين داخل السوق المركزي للمدينة السلطات المركزية على مستوى مقاطعة بوكي تدخلت وأيضا وصلت بعض التدخلات الاجتماعية المقدمة من طرف بعض القطاعات الحكومية خاصة فيما يتعلق بتوزيعات مجانية التي استفاد منها سكان هذه الأحياء زخات المطر ما زالت إلى الآن متواصلة كما تلاحظون وبالتالي هي أمطار خير وبركة عرفتها عاصمة المقاطعة مدينة بوكي بالتحديد وفي شأن الأمطار دائما لكن هذه المرة من ولاية الأصابة حيث شهدت بعض ولاية الوطن الداخل عفوا ليلة البارحة حتى كميات معتبرة من الأمطار تجاوزت في بعض المناطق حتى 100 مليمتر وقد سجلت مقاطعة بومديد ليلة البارحة أمطارا تروحت مقاييسها حسب المعطيات الأولية المحلية ما بين 104 مليمترات في مدينة بومديد و60 مليمترا في قرية تصلح بينما سجلت المصالح لدارية 95 مليمترا في قرية الرق و85 مليمترا في حي الزيرة ومنذ الساعة الأولى من صباح اليوم باشرت السلطات لدارية زيارات ميدانية للاطلاع على طبيعة الخسائر حيث رصدت سقوط أكثر من 20 سكنا بين العارشة وبيوت الطين وذلك في بلدية الدفعة لما تسبب تأمطار البارحة في تسجيل ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه بسد بومديد وبزيادة المياه المنسابة في سد الأفطح ونبقى دائما في مقاطعة بومديد حيث استأنف المركز الصحي بمقاطعة بومديد فدماتها الصحية بعد أن تأثرت مرافقه الصحية بفعل السيول التي اشتاحت المدينة خلال الأيام الماضية وقد استطاعت الطواقم الطبية بالمركز إعادة تأهيل عدة أقسام لاستقبال المراجعين وتقديم الاستشارات الطبية لهم تدريجيا يعود المركز الصحي بمقاطعة بومديد للعمل مجددا المراجعون بدأوا بالتوافد على المركز للمعاينة بعد أن تمكن الطاقم الطبي الموجود من إعادة تأهيل عدة أقسام منه رغم تلف معظم أجهزته نتيجة لمياه السيول التي غمرته الأيام الماضية نحن اليوم نشتغل من داخل المركز الصحي قمنا بتأهيل قربة للحيس ومكان الاستشارات العامة قمنا بتأهيل الصيدرية والعمل اليوم الحمد لله مستمر وقادرين على تقديم الخدمة الضرورية وانتظار على أن يتم تأهيل باقي المعدات من الثلاجات الضرورية للقاحات ومنذل قرفة الولادة الدعم الذي تلقاه المركز من وزارة الصحة المتمثل في فريق مختص بالتدخلات الطارئة مكن من زيادة وطيرة العمل والإسهام في علاج المرضى يتعدى رأس فرقة هنا تياها للتدخل رأس في وزارة الصحة فرقة تكون من طبيبين عامين وخصائي في الأوبية وممرضين جاين هنا تياها مهمة هدفه الأساسي هو تقييم الخطر هنا تياها الصحي وتقديم الدعم والمساندة لفرقة المركز الصحي هنا تياها في بومديل كان فيها استشارات كان فيها علاجات كان فيه حتى دعم لوجستي بالسيارات والسيارة السعاف اللي جات معانا حاملين فيها بعض من الأدوية الأدوية الأساسية الاستشارات الطبية باتت متوفرة في المركز إضافة للأدوية الضرورية المطلوبة موسم الخريف ما خلق جوا من الارتياح لدى المواطنين مجلس الطبي جيت والله اللي حكتوا اشتغلوا بالناس اشتغال الحمد لله الجماعة الحمد لله لطباء إن شاء الله جاتني كامل الحمد لله خاص الطفيل خاص الدخال جيت هون عندي طفيل وجهوه فيها شوي حساسي والله شي ما عاش الزرورة كانت أولى على خنافره عادت اللي هاتت تنشر وجهوه عادت فقاشوش وعادت فيدياته والله إن جيت ما شاء الله تلقاولي ما شاء الله الطباء احتناه بخار الصوح اكتبوا لي إلى الدوق بخطوات حثيثة تعمل الطواقم الطبية بمقاطعة بومديد رفقة فرق الدعم المرسل من قبل وزارة الصحة على إعادة المركز الصحي ليعمل بكامل طاقته ويكون جاهزا لتقديم كافة الخدمات الصحية للسكان بأقرب وقت ممكن تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة بومديد إلى شمالي البلاد حيث تفقد والي أدرار السيد عبدالله والمحمد محمود أمس رفقة أعضاء من لجنة الطوارئ الجهوية بعض السدود والأثار التي سببتها الأمطار على الحواجزة العملية بضواحي مدينة أطار وخلال مختلف هذه المحطات استفسر الوالي عن وضعية السدود والأضرار التي خلفتها الأمطار كما تعرفت على وضعية هذه السدود والحواجز المائية والآليات المستخدمة للتصدي لكافة المخاطر التي قد تنتج عن زيادة التساقطات المطارية بهذه المناطق وتقوية ودعم الحواجز المائية القائمة وقد أدرى والي أدرار بتصريح بعيد زيارة أوضح فيه أن الهدف من هذه الزيارة معاينة السدود والحواجز المائية وتقييم أثار السيول والأمطار عليها نحن هنا اليوم قائمنا بسيارة لبعض الحواجز المائية التي اضطرت من هيئة السيول الأخيرة وكننا بقى جامل المواطنين بشاكين وقائنا نطالع لنوعية الضرار كيفاش قد تم جبره إذا كان خبر به السلطات عودياء والسلطات مختصة به وكلها بعد الحمد لله ما ترى تبصليها ضرار كبيرة لكن يا الله تنقبضها من الاعتبار المجلس صلاحة سابقا يستفحل حتى الخطر فيها كاما مرحة كاملة مازالت لله عادي حق واضطرت من بعض الأماكن غير مازالت ضرور بسيط كامل ونعود بكم مشاهدين العزائي الولايات الابراك حيث عرفت بوادي مقاطعة بابا بي خلال الأسابع الأولى من موسم الخريف قدوم عشرات العائلات الرغبة في قضاء العطلة وسط أجواء الخريف ومناظره الطبيعية فريق من مكتب الموريتانيا في ولاية الابراك نزار هذه البوادي وأعد التقرير الذي يرصد فيه جوالب من الحياة اليومية لبعض هذه العائلات فوق هذه الكذبان الخضراء والسهول الممتدة من الأفق خضرة وجمالا في بوادي مقاطعة بابا بي يفضل العديد من ساكنة المنطقة قضاء فصل الخريف هنا حيث مظاهر البادية الأصيلة في هذا الصباح الباكر من يوميات الخريف المعتادة يتفقد الحسن قطعان البقر للتأكد من أن أي منها لم تتخلف عن القطيع في بداية عملية حلبها وفق الطقوس المعتمدة والمتوارثة هذه اللحظات التي تشبع فضول الأطفال القادمين من المدينة يمثل حليب هذه الأبقار المادة الغذائية الرئيسية لهؤلاء البدو فهو أهم ما يقدم للضيف وأفضل وجبة فطور للصغار في بداية موسم الخريف يفضل ملاك قطعان الأبقار حلبها مرة واحدة خلال اليوم الكامل البعض يختارها صباحا أما البعض الآخر فيفضلها في المساء كما هو حال أمنتها في ضواحي بلدية أدباء الحجاج وإن اختلفت منهجية الحلب فإنها في جوهرها تؤكد تمسك السكان هنا بالعادات والتقاليد البدوية الأصيلة الخريف جميل ولله الحمد عادة في بواكير الموسم نفضل المساء لحلب الأبقار ونتركها تسيح طوال الليل لتعود في المساء الآخر وقد أكلت من العشب الكثير وهذا ينعكس بالإجاب على الأبقار وفي الغالب تشكل هذه الطقوس البدوية عامل استقطاب رئيسي للمقيمين في المدن من أجل قضاء فصل الخريف في هذه الربوع البدوية التي تتميز بمناظرها الخلابة ومناخها المعتدل بعيدا عن سخب المدينة وضوضائها حمد من هذه قناة الموريتانية مقاطعة بابا بي وبهذا التقرير نختم إياكم مشاهدين العزاء نصرة الرابعة إليكم تذكيرا بأبرز عنوينها موسيقى أطلو كميات معتبرة من أمطار تجاوزت حجزة مئة مليمتر في بعض من أعتقل وطن الداخلية المركز الصحي بي بوم دايد يستنف خدماتي الصحية بعد تطرر مرافقه من السيول التي شهدتها المقاطعة موسيقى السلطات لدارية بولاية أدرار تعاين السدود والحراجة الراملية التي تضررت فيها السيول والأمطار شكرا لكم على المتابعة دمتم في حفظ الله ورعاة والسلام عليكم اشتركوا في القناة